الموسيقى زيها زي أي فن لها مدارس متنوعة المدارس دي بتعبر عن رؤى مشتركة أفكار مشتركة زي ما كنا نشوف كده المدارس الأدبية مدارس مش عارف الأدب الحديث الأدب المعاصر الحياء والبعث يعني كان فيه حاجات مدارس أدبية كتير جدا انتشرت في مواقع مختلفة وحين بتبقى المدرسة باسم المنطقة أو البقعة الجغرافية مثلا في الموسيقى الموسيقى الأندلسية الموسيقى العربية وحتى الموسيقى العربية دي مدارس مختلفة يمكن المنطقة العربية هي الأشهر والأعمق في قصة المدارس وأنه لكل واحد كان تراك أو مدرسة بيتعلم منها وقائمة بذاتها لكن سيد درويش الأصبقي كلمات الحان موسيقى تسمعيها كلها متناغم مع بعضها وكل واحد ليه سلوغن معين لكن اللي جاي الآن سينار أي مدرسة اللي احنا فيها الآن نصنفها أي مدرسة الأخلاق الحميدة الأخلاق الحميدة صح؟ لم ينجح أحد لم ينجح أحد زيرو ما فيش أحد للأسف وفي فن يسمع الآن مش أن نعمم يعني شأن ما حاجة يزعل مننا في كلمات محترمة وفي فنانين محترمين مازالوا محافظين على قيمتهم الفنية وعلى أداءهم وعلى المدارسة اللي يتعلموا منها لكن الألوان اختلفت وهي متطلبات مجتمعية متطلبات يمكن بسبب المتغيرات اللي احنا عايشينها بتفرز المجتمع دائما يفرز الجديد طبعا يعني مسألة الطرب أو الأغاني اللي بنسمعها فعلا وحتى الآن هي ممكن ماشى في السياق الجيد لكن دائما التفرات بقا هي اللي بنتكلم عنها رغم أن أبي كان فننا من طراز خاص عرف في الوسط الفني بأنه مكتشف الوجوه الجديدة وكانت أهم اكتشافاته السندريلا سعاد حسني إلا أنه لم يفرد نفسه على الوسط الفني وأن حصلت عنه الأضواء إلى حد كبير إنه الموسيقار فتحي الخميسي صاحب السنفونية المصرية الأولى وربما الوحيدة حصل الخميسي على الدكتوراه في علوم الفن من كونسرفاتوار موسكو المركزي في التاسع من يوليو عام 1986 بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف متخصصا في علوم الموسيقى ويعمل فتح الخميسي رئيسا لقسم علوم الموسيقى بالمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون المصرية كما يعمل أستاذا محاضرا بجامعة السادس من أكتوبر بكلية العلوم الاجتماعية قسم المسرح وهو أيضا أستاذا محاضر بأكاديمية السينما مادة موسيقى الدراما ألف فتح الخميسي عدد كبيرا من الألحان للراديو والتلفزيون والمسرح منها موسيقى وألحام مسلسل وكالة عطية بطولة الفنان حسين فهمي وأحمد بدير وإخراج رأفة الميهي موسيقى تصورية لفيلم ست الستات إخراج رأفة الميهي بطولة ليلة علوي وماجد المصري عرض بداية من السبع والعشرين من مايو 1997 ويقدم الدكتور فتح الخميسي المنتدى الموسيقي الفكري الوحيد في مصر موسيقى موسيقى زين احنا العرباجية يا هومين بنشوف غلبي وتلطيم عبال الليمين كل الناس فاشغلها يا فندي رايحين جايين اللي احنا نفضل بالعشر ساعات قعبين آه الله يكفيكو يا هوم شر القعدة اللي بنقعدها مصلوبين طول النهارنا والجدادة يا ما بنشوف مش شوشية صبح ومغرب وعشية على قال ليش يرازونا يكيدونا ويلعنبونا على قال ليش يرازونا يكيدونا ويلعنبونا أي حاجة يعلم بها سيدك تشكل من شيء مش حيفيدك طول ملهامك يصطف ايدك يوعد سدق اني لن ننهام آه الله 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 سيد درويش الله بس انت احنا فاتحين في الحوار طبعا فاتحين في الحوار من اول ما بدأنا اخذناك خطفناك والله طبعا دكتور فاتح الخميسي وستاذ الموسيقى في اكاديمية الفنون اهلا بك وطبعا لقب الخميسي في حد ذاته يعني نمعنا النشأة الفنية شكرا اهلا بك اهلا وسهلا يا حضرتك حضرتك بتدرس في اكاديمية الفنون قلت لي بتدرس تاريخ الموسيقى عند الفلاسفة العرب آه نظرية الموسيقى وعلومها علوم الموسيقى العربية عند الفلاسفة العرب الكندي الفرابي ابن سينة الفرابي مش عربي صحيح ولا ابن سينة لكن الكندي عربي ابن المنجم جميل تمسك اجيالنا الجديدة بما تدرسه انت استاذ الكريم عفو فنم تمسك الاجيال بما تدرسه ليه نتيجة بيوثق في عقولهم بيدرس كيف قامت علوم الموسيقى العربية ليه تأثير اقصد عليهم يعني بيطلعوا بينتجوا من خلال الدراسة طبعا طيب ليش الالوان الغريبة اللي احنا بنشوفها هذه الايام المدارس اللي مدارس لاننا مش خارجين اكاديمية الفنون يعني من يذهب الى اكاديمية الفنون هو مدرك مقلين مدرك قيمة الموسيقى ايوه مقلين ايوه جدا الايجادة قليلة دلوقتي تمام الايجادة قليلة لكن احنا اميلين في 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 التطور قدما من هذه اللحظات التاريخية اكاديمية الفنون كم تخرج في العام يعني عدد الطلاب الخارجين منها كم والله ما اقدرش اجاوب على السؤال لاني فنان اكثر مني ادايا مثلا بالاحصاء يعني نسبة وتناسب والله ما اقدرش اقول لك بدقة ممكن اقول لك ارقام غير الواقع خالص مش بالضرورة الواقع ولكن تخمينا حتى تخمينا من خلال انت طبعا بتدبس ما خجلان اقول لك ولا تخمين لانه احنا تسعة معاهد عليا هي معاهد مصر الموسيقية بالتالي طيب الانتاج كبير والانتاج مستمر كل السينما المصريية لكن في النهاية ما بيخرجوا هي يمكن قصد اسمع انه حتى مهما كان العدد لما بيخرجوا لسوق العمل ما بيقدرش انهم يتواصلوا مع سوق العمل فبالنهاية بنلاقي الفجوة ما بين متطلبات سوق العمل صح زي اي دراسة صحيح وما بين ازواء الناس وما بين الفنان وما يحملهم مكتين بين اللي درسوا وبين اللي لازم يقدموا للناس وبين ما يطبق وما يسمع الان انت مش فهم علي ما يطبق هو ما يسمع وما يطبق هو ما يسمع تقصدي بين ما يلقن وما يطبق وما يطبق صح السنفونية مصرية وربما هي السنفونية الوحيدة ليه انتجنا في الفن ده مش كتير يعني نشوف مثلا من ايام بتهوفن والسنفونيات المعروفة ليه في المنطقة العربية ما فيش في مساعي فندم هنا وهناك لكن هذه المساعي بتقلد السنفونية الاوروبية يعني هذه المساعي ما فيش انتشخص بنا احنا لوننا احنا ما بتستنبطش ما يجب ان تستنبطه كل اللي يجب انها تستنبطه من الداخل ما بتستندش مش ممكن تقوم سنفونية ناجحة الا اذا اعتمدت على غناء الموار غناء التقطوة غناء بس غناء الميجنة والعتابة في الشام وسوريا ولبنان غناء السيرة الشعبية في مصر مش ممكن سنفونية تقوم الا معتمدة اخذة مستندة الى موسيقى الداخل شايف ان فيه قواسم ما بين الدول العربية وبعضها ممكن تخرج موسيقى واحدة ولا حنلجأ الى موسيقى متنوعة كل دولة لها الموسيقى لها اللون خاص فيها كل دولة لها لها عادات خاصة بها وممارسلات خاصة بها ويصل الامر احيانا الى ان كل دولة عربية لها آلب آلب تخصها لا تشاركوا غيرها يعني العراق عندها المقام فن المقام ما فيش بلد عربي عنده فن سوى المقام الحجاز المقام ده فن مش مقامات اسمه فن المقام مصر عندها الدور بس مصر عندها الدور سوريا عندها القدود الحلبية بس سوريا عندها القدود الحلبية ما حدش عنده قدود السودان فيها الحقيبة غناء الحقيبة بس السودان فيها غناء الحقيبة السعودية والخليج العربي عندهم الصوت احنا ما عندناش في مصر فن الصوت مفيش توليفة كده ممكن تتجمع كل ده فيه فنون عامة بنتحد فيها كل ده زي الموالي ده اللي بخلينا لما نسمع موسيقى وفيه فنون خاصة تستقل بها كل بلد يعني فيه وحدة وفيه تنوع في القرس الموسيقى نقدر نميزها نقول الموسيقى دي رايحة شوية سكة شامي رايحة خليجي مغربية فيه اوالب كاملة مصر فيها حاجة اسمها ميجا نوعاتها ما فيش ميجا نوعاتها في مصر طبعا احنا ما نعرفش الميجا نوعاتها كويس مثلا على سبيل المسلم هو نوع من الموال واحنا عندنا موال لكنه مختلف يخص الشام والدور سيد درويشة يتحط في اي قلب سيد درويش اللي بدأت بيها يتحط في اي قلب ده موال يتقال عليه ايه يتقال عليه موال ولا يتقال عليه دور ده دور ده اقرب انه يكون دور يختلف عن التقطوقة مثلا بس محتاجين الناس كمان تستمتع احنا مفتقدين اللون الاصيل مفتقدين اللحن الجميل مفتقدين الموسيقى الحلوة طيب ده سيد درويش العربجية نفسها اوكي هي نفسها موسيقى موسيقى بعد الفاصل لماذا تراجع مستوى الالحان العربية؟ موسيقى موسيقى يا سيد كرماتك لجل عايد يا ما شفنا من الستة يا ما يا ما صبحوا ما عملوا مظاهرات يا ما يا ما صبحوا ما عملوا مظاهرات ولكا الناس ينرخرين راسهم والف مقاشة ما يكنسوا كنسة على يرشوا رشة وصعنا يعيا راحوا ضبوا باب اكبر ورشة ما هز الهلل يا سايد وبسلامتها الست بتاعتي ما بتتوساشي ما بتجيبيش في البطن الله بالجزعة الماشي ييجي الجزر والخضر والجر واللحم يلعن أبو خاشي هز الهلل يا سايد رماتك لجل عايد برضو سيد درويش ده سيد درويش الاغنية اللي بتتكلم عنه انه ما بيوظفوش المواطنة هو كان دايما يعني شغل سيد دارويش كان فيه خفة ظل وكان فيه انتقاد للواقع زي المونولوج تناول للواقع أساسا هو لما أغاني النهاردة كلها تتكلم عن الحب ما يكون لها متفقى تستخبى وراء الحب لانه يعني ايه انا بحبك وانتي فين وكلهم بيقولوا كده بدون اي تحديد اي موقف من اي شيء يعني كلهم بيطرحوا الحب بدل قضايا الوطن بدل الكلام في الواقع يعني الحب ده استغمية كله بيستخبى من الواقع من التعبير عن الواقع سيد دارويش كان بيطرح الواقع نفسه المظاهرات الخنجاب الكتير الغلاء ازاي كان بيتعامل مع قضايا من النوع ده وكانت قضايا شائكة وقتها وكان يعني الساحة السياسية ما كانتش مهيئة انه يتكلم في مواضيع زي كده ده يا فندم الكهربا ايامه كان فيها مشكلة ان هم كان بيولعوا نور بالجاز الجاز يغلى يبقى بروبية عملة هندي كانت ووجودة في زمنهم يبقى ما فيش جاز يبقى ما فيش كهربا في البيوت يعني ما بيشهوش في البيوت يعني أسبب هو يلحن هو دي يكتب كلمات هو يلحنها هو بيعيش الواقع مش عمال يكتب كلمات استعجبوه يا فندية يترى الناس بروبية جميل سيد درويش اه سيد درويش كان يبقى فيه مشكلة في الإمارة يغنيها هو يكتب كلماته يغنيها ما الفنانين من المجتمع عايزين الفنان ده يعود والأغاني تعود مرتبطة بالواقع كده من من الفنانين أيضا في مقام سيد درويش كانوا بيعبروا عن الواقع أيضا باسترة مختفية اللي اقترب من كده كتير جدا أبو سيد درويش رأس الجيل اللي قبله المدرسة اللي قبل سيد درويش تلات مدارس موسيقية مر بها تاريخنا مدرسة محمد عثمان مدرسة سيد درويش مدرسة الأصابج عبد الوهاب الصباط المدرسة الأولى اللي هي مدرسة محمد عثمان محمد عثمان نفسه رأس التمصير ورأس التاريخ المعاصر الموسيقي المصري تلامس برضو مع القضايا العملة من هذا النوع أيضا محمد وصمان وسيء لكن الأساسي جدا في ربط الموسيقى بالواقع وجعل الأغاني مرآة للواقع المصريح حقيقية ولقضاياه فعلا وكأنها مقالات سياسية شريفة وكد هو سيد المشيء رأيك إيه في الموسيقى اليومين دول رأيي بصراحة ولا رأيي وبعدين بعد ما تخلص الحلقة أحد يقولي يا دكتور فتحي ليه قلت كده يعني رأيي بصراحة الوضع مش جيد دلوقتي على كل المستويات على كل المستويات الموسيقية يعني موسيقى المدن مش موسيقى الشعبية مش موسيقى الريف مش موسيقى الصعيد ولا البدو طبعا ولا السواحل البحرية إنما موسيقى العواصم وموسيقى الرسمية والحكومية وموسيقى العواصم والمتعلمين مش كويسة دلوقتي في فترة ما بتسمعش حد من المطربين الجداد كل دي دي فترة مؤقتة وكل ده حيتجدد تجدد شامل وإحنا في فترة فراغ بتفصل ما بين المطرب وما بين اللحن يعني بتفصل مثلا في حد مثلا بيعمل موسيقى تصورية حلوة جدا وبنشوف طبعا دكتور جمال سلامة بنشوف مؤخرا السيد ياسر عبد الرحمن بتحسب بتشوف الموسيقى دي ازاي طبعا السيد عمر خيرت طبعا طبعا ده اللي سيد عمر خيرت أولا آه طبعا الأغاني ومقطوعاتها دايما بتأسر الجلب طبعا عمر خيرت فنان كبير وتعبر عن كل حالة وفنان جد جدا عن الوطنية تعبر عن الحب تعبر عن الانتماء تعبر هو فنان جد عموما عمر خيرت هو فنان جد يعني هو مش هازل ومش خفيف وجد في مساعية طيب يعني تسمع مين من الموسيقيين غير عمر خيرت أسمع آآ محمد عبد المطلب آآ الله الله أنا أنا أحب أسمع طب اليوميندول آآ اليوميندول أحب أسمع اليوميندول مين لازم أدور كثير جدا في دماغي آآ جدا لكن أصالة جيدة جميل صبر رباعي لأ والله آآ أصالة عشان ما زعلش الناس تمام تمام خليهوا يختار من من الناس كبير؟ أصالة صباح فخري آآ لطفي بوشناق السوري أنا في مثل لون بتاع حضرتك حضرتك بتحب اللون الصداح يعني يعني لطفي بوشناق في عمق في الصوت بمناطر أخرى أكثر أحبي بقى فيه فورما موسيقي بقى فيه لحن من لحنة تاني بعد لحنة أولين بتاع التاني أحبي بقى فيه بناء موسيقي مش بقى فيه لحنة واحد بس عمالي تكرر خمس ست مرة طيب بعدين يقلي إيه رأيك إيه رأيك في إيه طب ممكن نسمع حاجة من إيه أي أيقع أي مقطوع موسيقى موسيقى لحضرتك ممكن من السمفونية ممكن ما تتعزفش سمفونية على آلة واحدة لأن هي مقطوعة هي الموسيقى السمفونية يعني حوار زي أوركستر كذا الأوركسترالية كلها حوار بين الآلات طيب مقطوعة مؤثرة تشتبك تتفاعل الآلات الوترية تسكث الآلات النحاسية طبعا الآلات الإقاعية عمل متكامل وإلا ما كنتشي بأسمها سمفونية دي سمفونية صح يعني سمفونية هي علاقة بين عدة ألحان مشتبكة في عوار طيب وبالتالي ما ينفعش ألا واحدة طيب سمعنا أي حاجة بتحبها مرتبط بيها جدا قريبة لجلبك سمفوني يا ناس في حالي في حالي أروح مطرح مروح ده غزالي وفاع الزالي وخلاني بوحد أنوح سمفوني سمفوني يا ناس في حالي في حالي أروح بطرح مروح ده غزالي وفاع الزالي وخلاني بوحد أنوح سمفوني أنا أحب شيء زي كده في كل المقام الموسيقي بيعرض أحب شيء في الأبعاد طبعا ده محمد الأصابجي ده شيء جميل جدا محمد الأصابجي محمد الأصابجي محمد الأصابجي محمد الأصابجي بقدم تحببت منكير ليه ليه بقدم تحببت منكير ليه ليه ده اللي يحبي بان فعني ده اللي يحبي بان فعني مادام تحبي تنكر ليه ليه بعد الفاصل خبز الشاباتي في اكولات ميكو